تجنئ في القوس وناخد إجابة المشاهدين على سؤالنا أو لا كفاية السؤال بيقول إزاي بتعرف تستلي صيامك في آخر ساعتين في الفطار فيه أستاذ علاء أبو زيد بيقول صباح الخير على جمانة وعبدالصمد أكيد في الأذكار وقراءة القرآن ورمضان علشان رمضان شهر القرآن تقبل الله منا ومنكم فيه دعاء أمير تقول صباح العسل للأسف بما أني بعمل فلأسف آخر ساعتين بقضيهم في المطبق عشان ألحق أحضر الطعام وكل عام وأنتم بخير لا ليه للأسف ده أنت بتؤجري وبتسابي على أن أنت تقوم في المطبق تقوم بإفطار صائر كمان طيب فيه محمد أبروكا بيقول صباح الخير على مصر كلها أنا بعد قراءة الورد اليومي من القرآن بساعد في البيت في عمل الصلطة والعصير وكل سنة وأنتم طيبين والله يعني أنا بحب النوع ده من الرجال العافة اللي بتساعد طبعا طبعا فيه كمان علي خلاف صباح الخير أنا صباح الخير عليكم مراكو المصريين أنا بقضي الساعة لقبل الفطار في قراءة القرآن الكريم أنا وأمي كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم طبعا فيه أم المصريين لا يعني نأخذ أم المصريين بعد من روح الموجز الزبط شكرا شكرا